وفاة الفنان مصطفى فاهمي عن عمر يناهز 82 عام الاربعاء 30 اكتوبر الفين اربعة وعشرين بعد تدهر حالته الصحية بعد اجراء عملية جراحية دقيقة بالمخ تعرض الفنان مصطفى فاهمي لازمة صحية مؤخرا في شهر اغسطس الماضي دخل على اسريها المستشفى وكم باجراء جراحة عجلة في المخ وذلك لازالة ورم بالمخ اخر اعماله فيلم اهل الكهف الذي عرضه في دور العرض السينمائي المختلفة بطولة خالد النبا وغادة عادل محمد ممدون محمد فرق تأليف ايمن بهجة امر اخراج عمر عرف الفنان مصطفى فاهمي ولد من اسره ارستوكراطية ذاته اصول شركاسية كانت تمارس العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فاهمي رئيس لمجلس الشورى ووالدته سيدة مكتام ووالده محمود باشا فاهمي كان سكرتير لمجلس الشورى كما ان جدته هي امينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي وهو الشقيقة الاصغر الممثل للمصر حسين فاهمي درس الفنان مصطفى فاهمي في المعهد العالي للسينما بالكهراء وحصل عالبك للرسم من المعهد للسينما كاسم تصوير بدأ مشوره الفنك كمساعد مصور في فيلم اميرة حبي انسات 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم ناصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم اين عقلي مع الفنانة سعاد حسن بدأ مسيرته التمثلي بالصدفة لو شارك في بطولة اين عقلي في نفس العام شارك فيه اربع اعمال سنة 1967 وهي امر الزمان لمن تشريك الشم وجه لوجه ابتدي منين الحكاية لتتوالى بعد ذلك اعماله الفنية بين السينما والتلفزيون والتي من ابرزها قصة الامس عيات الجهري ايام في الحلال تزوج الفنان مصطفى فاهمي من امرأة ايطالية وله منها بنته ولد ثم تزوج من الفنانة الممثلة رانيا فالير تشاوي من 2007 وطم طلقهم تلت مره خيرها 2012 وفي 2015 واليوم الاربعاء تلاتين اكتوبر الفين اربعة وعشرين اعلن عن وفاته وانا لله وانا اليه رجعون ربنا يرحمه وتغمده بكامل الرحمة والمغفرة والى الان لم يعلن عن تفاصيل الجنازة او العزاء البقاء والدوام لله ربنا يلهم اهل وزاوي الصبر والسلوان